في ظل تواصل المعارك في جبهات محافظة مأرب والخسائر الكبيرة التي تتكبدها الميليشيات الحوثية في الجبهات لجأت هذه الميليشيات الإرهابية لتعويض خسائرها وانكسار زحوفها غربي المحافظة وجنوبها إلى استهداف مخيمات النازحين في المحافظة ما يشكل خطرا حقيقيا على سلامة وحياة أكثر من مليون نازح فروا من بطش وإجرام الميليشيات من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم التقرير التالي يرصد أوضاع النازحين في ظل الاستهداف الحوثي وتقعس المنظمات الدولية عن أداء دورها الهزائم المتثالية والخسائر الكبيرة التي لحقت بميليشي إيران في محافظة مأرب دفعت بها إلى الانتقام من المدنيين والنازحين والأحياء السكنية وجهت فوهات أسلحتها ومدافعها نحو النساء والأطفال والشيوخ العزل في تصرف دموي يصور الرغبة لدى الميليشي الحوثية وشهيتها في سفك الدم وقتل النفس التي حرم الله قتلها وهو ما يكشف عقيدة هذه الميليشيات باعتبارها كل من يسير على الأرض هدفا لها وبسبب قصر الحوثيين للمخيمات التي توي النازحين في مأرب انتقل النازحون في مأرب إلى مناطق نزوح جديدة في ظروف قاسية فرضتها حرب الميليشيات لا تتوفر فيها أبسط مقاومات الحياة مثل الماء أو الأكل أو ملسزمات المبيت التي تقيهم من لفحات البرد القارس أو موجات الحر الشديد ولا يخفى حال النازحين في اليمن عموماً وفي محافظة مأرب على وجه الخصوص وما عيشونه من ظروف متردية وعضاع تفتقر لأبسط مقاومات الحياة فللأمر بيدهم لما رهنوا أنفسهم لهكذا معيشة صعبة لكنه قلة ذات الحيلة في وجه معركة طائفية تشنها قطعان وفلول خرجت من مسيرة الكره وملزمة العدوان فمأرب التي اكتبت ملايين اليمنيين من جميع المحافظات بذلت كل ما تملكه من أجل ستر ما كشفه قهر ميليشي العدوان على الإنسان اليمني لكن حجم النزوح وكثافته أظهر حالة النازح في أقل وصف لها أنها مأساة وبالمقابل فإن العالم كله يشاهد معاناة الإنسان في اليمن ويشهد على صلف الميليشي الإنقلابية وإجرامها وما ترتكبه من صنوف التعذيب وصناعة ألوان المعاناة المختلفة ما يطرح سؤالاً على لسان كل يمني عن سبب غياب الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة في القيام بدورها تجاه النازحين في محافظة مأرب فما صمتها القاتل إلا صورة أخرى من جريمة القتل التي ترتكبها ميليشي إيران بل إن بيدها طرفاً من المعادلة تستطيع الأخذ به ما يدفع بحراك إنساني وإغاثي وقانوني يحمي النازحين في مأرب ويحسن من ظروف حياتهم القاسية التي هي معاناة لا تعالجها بيانات رمادية أو تصريحات غامضة عن حالة الإجرام التي ترتكبها الميليشي الحوثية بحق الإنسان اليمني والتي يدفع ثمنها باهظاً من كرامته ودمه يحتاج النازحون في محافظة مأرب إلى تقديم يد العون لهم ليس فقط من السلطات المحلية أو الحكومية أو المنظمات الأممية لكن واجباً يقع على اليمني تجاه أخيه اليمني الذي سدت ميليشي إيران بوجهه كل منافذ العيش والسلام واعتبرته ورقة من أوراق الحرب أهدرت دمه وقتلته وشردته وأطلقت عليه الصواريخ والقذائف إلى مخيمات النزوح وحرمته من الماء والأكل والدواء وأصبح تلفه الصحاري وبطون الوديان وأتون الجبال وحرمته كل حقوق العيش والاستقرار أو حتى التنقل والنزوح في صورة هي أقرب إلى الجنون يرفع فيها شعار الموت لإسرائيل وأمريكا وتحفر فيها مقابر الموت للإنسان في اليمن ترجمة نانسي قنقر